ايضا كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه قطاع العقاري في دوق طبعا ارتفاع الاسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها والمشاكل كمان في ندرة بعض هذه المواد كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري اكثر من جلسة وكانوا يعني يحددوا عدد من المطالب والحقيقة يمكن يعني بناء على يعني التنصيق مع السيد وزير الاسكان الحقيقة كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع اول امبارح وبالفعل اصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري ويمكن خليني اقول لحضركم اهم ثلاث قرارات صدرت ان احنا هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة عشرين في المية من المدة نفسها اللي موجودة يعني لو واحد مواخد خمس سنين بنديره كمان سنة اضافية فوق السنة دي وبنرحل الاقصات المستحقة كانت على المطور لنفس المدد وبالتالي ده بنديله يعني نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في اعمال التنفيذ فبالتالي بنديلهم عشرين في المية من المدد الزمنية الاجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه في نفس الوقت وده كان قرار اخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى تسعين في المية من المشروع فكنا بنسيب له العشر في المية يقدر ان هو ينفذها على مدى زمني يعني مفيش بقى مدى زمني محدد برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة بدل ما تكون تسعين تبقى خمسة وتمانين في المية وبالتالي بندي فسحة للمطور ان هو يقدر يستكمل المشروع بعد كده بالصورة الظروف المناسبة ليه ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبرده تم الموافقة عليه الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% اضافية برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% الى 1% ودي كلها قرارات الحقيقة كانت مهمة جدا انها تتاخد علشان دعم طبعا القطاع التطوير العقاري وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد المصري عشان يواجه الظروف الاستثنائية اللي احنا بنواجهها